وينضم إلينا من الخرطوم شوقي عبدالعظيم الكاتب والمحل الأسياسي سيد شوقي أهمية توقيع هذا الاتفاق هل بذلك ينهي حقب عدم التوافق ما بين الحكومة والجبهة الثورية؟ نعم بشكل كبير هو شيء جيد أن يتم توقيع اتفاق سلام مع واحدة من المسارات ولكن المهم أن ينظر إلى هذا المسار بأنه الأسهل في هذا التفاوض مسار الوسط لأن الوسط حقيقة لا توجد به يعني هو المشكلة العامة ليست توجد لديه مشاكل خاصة بشكل كبير ثم حركة مسار الوسط هي نفسها التي يقودها التوم هاجو ليس لديها مشاكل في الترتيبات الأمنية أو الأسرى ليس لديه قوات يمكن أن تعيق مسألة التوصل إلى اتفاق سلام يحتاج إلى ترتيبة مع القوات المسلحة أو تحتاج إلى ترتيبات أمنية خاصة لذلك هو المسار الأسهل الذي كان من المتوقع حتى لا يقوم لديه مسار منفصل في هذا التفاوض كان يمكن أن تحل المشاكل ضمن مشكلة السودان العامة ولكن أصرت توم هاجو وتمت مساندته من بعض الحركات المسلحة واخترق لنفسه طريق وأطلق على نفسه مسار الوسط ولكن هو الطريق السهل يعني كان المفاوضات أصلا سهلة في هذا الخصوص وفي مسار الوسط هل تعني بذلك سيد شوقي أن هناك مسارات أصعب هل هناك مراحل أخرى للتفاوض هل هناك نقاط خلافية سيتم الاتفاق عليها لاحقا نعم هناك مسارات أصعب قطعا فيما يتعلق بمسألة الحركة الشعبية التي يقودها عبدالعجزة الحلو والتي تطالب العلمانية والتي تطالب بتكييف وضع الديوش في جبال النوبة وفي النيل الأزرق أيضا هناك حركات دارفور التي ترى أن أيضا يتم توفيق أوضاع النازحين قبل أن تتم الاتفاق على السلام على حركة عبدالواحد محمد نور مثلا وهناك حركات دارفور التي تحتاج إلى ترتيبات أمنية كبيرة جدا لأن لديها جيوش ولديها أسرى في وقت سابق ولديها قتلى ولديها مناطق حرقات وهكذا وهي لديها مناطق نفوس في مناطق متفرقة من دارفور هذه هي المسارات الصعبة التي تنتظر الاتفاق النهائي عليها ولكن مسار الشرق مثلا ومسار الوسط هي مسارات سهلة جدا لأن ظروفها مختلفة عن المناطق التي دخلت في حروب طويلة إذن من الخرطوم شوقي عبدالعظيم الكاتب والمحلل السياسي شكرا لك